انا قلت الحراكم النهاردة في بداية الحلقة انه النهاردة حلقة يوم الاثنين من برنامجنا اخر النهار صح صح وقلتلكم تاريخ النهاردة صح صح كم واحد من حضراتكم خد باله ان تاريخ النهاردة في مناسبة ده مش مناسبة تخيلوا انه يعيد انا متهيقلي انه 99% من حضراتكم وهو بيسمع التاريخ عدى على هذا التاريخ كده مرور الكرام ومركز فيه ومعرفش اين مناسبته وبعض الناس القليلة اللي بتهتم بالحاجات دي يمكن عارفها بس هتهتم ان هو تبقى عارفها بس النهاردة 4 نوفمبر هو عيد الحب المصري ايوه نهاردة في عيد في مصر اسمه عيد الحب المصري مين اللي اخترع العيد ده او مين اللي اسس العيد ده او مين اللي فكر في العيد ده الكاتب الصحفي الكبير الراحل مصطفى امين واحد من اهم رواد واقطاب الصحفة المصرية وهو وشقيقه علي امين اتنين من اهرامات الصحفة في مصر التابعين طبعا للمؤسسة العملاقة مؤسسة اخبار اليوم والقصة قصة غريبة جدا جت من اين لمصطفى امين فكرة عيد الحب تخيلوا انها جت من مشاهدته لجنازة مصطفى امين كان ماشي في الشارع في حي السيدة زينب وشاف جنازة جنازة رجل توفاه الله وماشي وقرأت جنازة ثلاث اشخاص بس فطبعا دي عدد قليل جدا فلما سأل مين ده وليه الجنازة بتاعت قليلة كده فردوا عليه قالوله انه ده عجوزة راجل مسن كان عنده خمسة وسبعين سنة ما كانش له صحاب وتقريبا ما كانش حد بيحبه فنورت الفكرة هنا في دماغ الراحل مصطفى امين وقال ما كانش فيه حد بيحبه معقول الراجل عاش سبعين خمسة وسبعين سنة وثلاثة بس اللي حبوه او ماشيين في جراستو فرجع اخبار اليوم وقعد يفكر وكتب المقالة اللي بناء عليها اقترح انه يبقى فيه عيد للحب الناس تحب بعضها فيه وتنسى خلافاتها فيه وتحاول انها تطلع اللي جواها للاخرين حتى لو كان فيه منهم بعض المشاكل او الخصومات او النزاعات او الازمات او حتى العدوات مصطفى امين قال ان الحب يجب ان يسيطر على كل العدوات والنزاعات دي وان احنا نتحدى ونتغلب مشاعرنا الوحشة وصاد ان احنا نطلع المشاعر الحلوة للاخرين عشان فكرة الحب تسود والجماهير ساعتها والحكومة كمان وكل الناس وقتها رحبت جدا بالمبادرة بتاعت مصطفى امين وقررت ان يوم الاربعاء يوم الاربع يوم اربعة نوفمبر من كل سنة يوم اربعة نوفمبر من كل سنة يبقى عيد الحب المصري ورغم ان انا متحفز على فكرة تحديد يوم ان يكون يوم للحب لان انا رأيي ان الحب يجب ان يكون كل يوم مش يوم يجب ان يكون عيد الحب 365 يوم في السنة و366 يوم لو السنة بايد عنكو كبيسة لانه حياتنا من غير حب ما تسواش وعلاقتنا مع اهلينا مع اولادنا مع اريبنا مع زميلنا مع اصحابنا حتى مع الناس في الشارع من غير حب تتحول الى غابة كلنا عايزين ننهش لحمة بعض وناكل لحمة بعض ونموت بعض ويعني ربنا يسطر من بعض الحاجات اللي احنا بنشوفها في الشارع فبالتالي الحياة من غير حب ما تسواش عشان كده الحب ده لازم يسود واذا كان عيد الحب ده شرارة له يبقى اهلا وسهلا عشان نفكر نفسنا ان احنا في حاجة اسمها الحب لازم نمارس الحب نمارس الحب نعيشه ولازم اظهر حبي للاخرين مش كفاية ان انا بقى حاسس ان انا بحبهم وده نقطة مهمة عشان كده الزوجات والمدمات بيشتكوا طول الوقت ان جوازهم ما بيقولهمش كلمة حلوة ولما تيجي تسأل الراجل وتقوله انت بتحب امراتك يقولك اه بحبها طب بتقولها ان انت بتحبها يقولك اقولها ليه ما هيعارف ان انا بحبها وبقالنا 50 سنة عايشين مع بعض وانا كل يوم حقولها بحبها اه يا عم كل يوم وقولها بحبها هتخسر يوم تدفع فلوس لازا كنت انت كل يوم بتدفع فلوس وكل يوم عملت يعني تستنزف فلوس عشان البيت فمع الفلوس قول كلمة بحبك قول كلمة وحشتيني وقول كلمة ربنا يخليك ليه يا احلى حاجة في حياتي ربنا يخليك ليه ربنا انعم عليك انعم علي بزوجة صالحة الحمد الله ربنا يخليك ليه انت نعمة ربنا انعم علي بيها ربنا يخليك ليه انت احسن زوجة ربنا يخليك إليه أنت أحسن أم لولادي ربنا يخليك إليه وإنت طول الوقت بتحلوي وما بتكبريش بك يا شيعة بس في النهاية قول بتخسر إيه وإنت عليك بجد بإيه يعني تدفع فلوس على الكرام الحلو خصوصا بقى أنا بيكون جواك وأنا عارف إن كلنا حتى لو ما فيش جوانا الحب الفضيع لستاتنا بعد طول العشرة يعني لعشر لخمسة عشر لعشرين سنة لكن إحنا فعلا ما نقراش نستغنى عنهم اللي حياتنا الحمد لله مشي كويس يعني لما تطلقوش وننفصلوا بعد الشهر ما نقراش نستغنى عنهم طب ما تقول كلمة حلوة والست إنت تملكها وتأسرها طبعا بالخمسمائة جنيه بس كمان قبلهم بالكلمة الحلوة